في مواجهة التأخير والعرقيل في إيصال المساعدات الإنسانية برا إلى قطع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية بدأت الولايات المتحدة بناء ميناء مؤقت سبق وأعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن أوائل مارس أستطيع أن أؤكد أن السفن العسكرية الأمريكية قد بدأت في بناء المراحل الأولية للرصيف المؤقت والجسر في البحر حيث يوجد اهتمام كبير بهذا الجهد المهم وسنقدم المزيد من المعلومات في المستقبل القريب جدا نحن نعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لتسريع المساعدات لشعب غزة وأضاف رايدر أنه يتوقع تشغيل الرصيف قريبا بينما قال مسؤولون أمريكيون أن جنود أمريكيين سيكونون متواجدين خلال بناء الرصيف كما تعلمون قلت سابقا أنه من المحتمل أن ننظر إلى نهاية أبريل وأوائل مايو وأعتقد أن المؤشرات الآن واقعية سنجهز في أوائل مايو وكل شيء يسير في طريقه الصحيح رايدر تحدث عن خطة سير عملية المساعدات عبر الممر البحرية قبرص هي المكان الذي سيتم فيه تخزين المساعدات ومن ثم تحميلها إلى السفن بينما غزة ستكون الشاطئ الذي يتصل به هذا الجسر المؤقت في نهاية المطاف الجيش الإسرائيلي في بيان أكد أنه سيتدخل لتوفير الأمن والدعم السي خلال بناء الميناء مسؤول عسكري أمريكي كبير قال إن القدرة التشغيلية ستكون في البداية 90 شاحنة مساعدات يوميا ثم ستصل لاحقا إلى 150 شاحنة في اليوم فيما ستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح بتوزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية